بدعم كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ها هي اليوم تقوم المملكة العربية السعودية بتدشين تسليم أربع حويات محملة بالأدوية والمستلزمات العلاجية لمرضى الغسيل الكلوية وذلك من خلال احتوائها على كميات كبيرة من السوائل الوريدية وكذا أطنان من المستلزمات الطبية الأخرى تقديم كل الدعم للقطاع الصحي في الجمن من قبل المملكة العربية السعودية لم يقتصر فقط على عملية الإمداد الدوائية بل أن مستشفياتها ودعمها الكبير والمتنوع للقطاع الصحي في اليمن لا يزال شاهدا على هذا العطاء تحتوي هذه القوافل على ما يقارب من 20 طن من 20 طن هي خاصة بالمستلزمات والمحاليل والأدوية طبعا هذه تأتي ضمن قوافل عدة يقدمها المركز في المجال الصحي لرفع المعاناة عن أخواننا الشعب اليمني في هذا الجانب وبإذن الله المركز مستمر في عطائه إلى أن نرى أو نلمس أثر هذه الجهود المقدمة للمركز ففي خضم ما يعانيه اليمنيون من صراعات أنهكتهم وشردتهم بل وجعلت عزة أهلها أذلة تأتي المملكة العربية السعودية ملبية لاحتياجاتهما لا سيما في الجانب الصحي وخصوصا أنها تقدم 70% من المستلزمات الطبية لليمن ورفضهم بكل ما ينقصهما للحيلولة دون انهيار النظام الصحي لما له من عواقب كارثية على الإنسانية يبقى الدور السعودي بارزا في مد يد العون للاشقاء اليمنيين وخصوصا في توفير الاحتياجات الطبية من أدوية وبحطات أكسجين وتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات لما لها من أثر بالغ على تفعيل المنظومة الصحية دعم كبير تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في القطاع الإنساني لا سيما في القطاع الصحي والذي تمثل اليوم بتقديم أطلاننا من المستلزمات الطبية لانتشال الوضع الصحي في اليمن من كبوته مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن